مرحبا والله يسعد اوقاتكم بكل خير يا رب اليوم وصفتنا خطيرة نارية عملت لكم سنبوسك جبنة ولحمة بعجينة بتاخد العقل عن جد بعجينة وصفة نارية خلينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض بقلايا على النار منحط شوية زبدة وزيت ومننزل اللحمة المفرومة عن ناعم تقريبا هاي نص كيلو منقلبها لحتى تنشف شوية ميتها وبس تنشف المية منضيف البصل استخدمت بصل حبتين بصلتين متوسطات الحجم منضيفهم فوق اللحمة ومنقلب لحتى البصل يستوي شوي وبس تستوي اللحمة والبصل بدنا نضيف البهارات البهارات فلفل اسود ملح شوية صغيرة من القرفة والهيل رشة بسيطة من القرفة والهيل ومنقلبهم مع بعض لحتى يستوي على الخالص وبس يستوي بدي يصفيهم منحطهم بمصفايل حتى نتخلص من كل شي سوائل زايدة مشان ما تفتح عندي العجين وقت القلي وهلأ صار دور الجبنة الجبنة اللي رح استخدمه اليوم اول شي العكاوي العكاوي اللي بيجي بلوك هيك شكله هاي الخطوة عملتها قبل بيوم عملتها من الليل قطعته مربعات بعدين حليته بالمي 3-4 مرات لحتى صار حلو تماما عندي وتاني يوم رح بلش اعمل بالجبنة العكاوي اللي قطعناه موزاريلا رح استخدم كمان نصف كوب من الحليب معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقة كبيرة من اللطحين بقلة يا سخني عن نار بنضيف معلقة زيت نباتي وحدة ومنضيف معلقة الزبدة وبعدين مننزل لطحين ومنحركهن مع بعض كتير منيح لحتى ياخدوا تحميصة صغيرة بعدين بدنا ننزل الحليب والحليب مثل ما قلت لكم نصف كوب منحركهن مع بعض كتير منيح لحتى يصير عندي هذا هو قوامه هون مننزل الموزاريلا الموزاريلا تقريبا 300 جرام استخدمت والعكاوي تقريبا 300 جرام منحركهن مع بعض كتير منيح لحتى الموزاريلا الدوب بعدين مننزل العكاوي شايفين كيف؟ مننزلهن مع بعض وبالنسبة لكميات الجبنة اللي هتتقيدوا كله بيصير حتى لو حطيتوا شي اكتر من شي كمان بيصير حسب رغبتكن هلأ بالشوك العكاوي هيك رح أمعسها شوي صغيرة لحتى يمتزجوا مع بعض كتير منيح ويصير قوامهن بهذا الشكل شوفوا لي كيف الجبنة صارت ما أحلاها غير شكل شايفين كيف عم تمط روعة غير شكل بتطلع بالسنبوسك بالبرك هلأ منضيفي شوية حبة البركة وفيكنوا تضيفوا بقدونس أو فيكنوا تتركوها سادة هذا الشيء بيرجع لالكن شوفوا كيف صارت ما أحلاها عن جد غير شكل وهلأ خلينا نحضر العجينة العجينة السحرية الدهبية تبعي اليوم ولعجينتنا اليوم رح نعتاز ثلاث أكواب من الطحين الأبيض معلقتين كبار من النشا معلقة صغيرة ملح ومثل سكر ومعلقة صغيرة بيكينج باودر رح نعتاز معلقتين زبدة كبار وأربع معلقة زيت نباتي ومي حسب الحاجة منضيف المكونات الجافة كلها مع بعض منضيف السكر الملح البيكينج باودر والنشا ومنحرك المكونات الجافة مع بعض بعدين منضيف الزيت والزبدة منفرك لطحين مع الزبدة والزيت لحتى يصير قوامه رملي هون منضيف الماء تدريجيا شوي شوي ومنعجين ورا كل مرة لحتى نحصل على عجينة بهذا الشكل قوامها ما بتلزق بالإيد منريحها نص ساعة وبعد نص ساعة رح يكون عندي هذا هو الشكل تبعها شوفوا ما أحلاها هلأ بنا نبلش نشتغل بالعجين السمتة ثلاث أقسام رح أشتغل بأول قسم رح حاول مده بشكل مستطيل بشكل مستطيل بعدين بدي شيل الزوايد اللي على الاطراف لحتى يكون عندي الشكل مرتب وما فيه أي زوايد طالعة بعدين منصير منضيف بالجبنة رح أستخدم أول شيء الجبنة منضيفها بهذا الشكل معلقة كبيرة تقريبا عبيانة وبعدين بخليط مي وطحين رح أعمل خطوط بالفواصل بين الجبنة الفواصل يعني رح حط فيها مي وطحين لحتى تسكر عندي العجينة كتير منيح وما تلزق مثل مو شايفين هيك بدنا نحط المي والطحين هيك بضمن مية بالمية إنه العجين ما رح تفتح معي على القلي هي ما رح تفتح بس هاي الخطوة يعني اخطيات خلينا نقول بعدين منمسك العجينة من الردة بهذا الشكل بعدين رح نعمل هاي الحركة بإيدينا لحتى نعطي كل وحدة شكل ومنقصهم بالقطاعة أو بالسكين الشي المتوفر عندكن ومنرجع بعدين منقص الزوايد من الاطراف لحتى يصير منظرها أحلى ومرتبة أكتر رح أستخدم أنا هاي القطاعة اللي عندي بتعطي شكل درزة كتير حلو لسا مبوسك للبرك شوفوا أنا عملت هاي كبيرة حطيت بالكبار معلقتين من الحشوة بالأصغر بكفي إنه نحط معلقة وحدة معلقتين كبار هدول حطيت فيهن شايفين كيف منعطيها شكل هيك حلو شكل درزة خفيفة شوفوا ما أحلاها طلعت والتاني رح أعملها بالشكل التقليدي بالشوكة منمرق الشوكة مع ضغطة خفيفة على الطراف لحتى تطلع عندي بهذا الشكل هلأ بنفس المي والطحين اللي لزقت فيه منحط شوية فوق شوية مي وطحين ومنحط حبة البركة وبتكن ما تحطوه كمان بتصير منعطيها ضغطة خفيفة كتير لحتى ما تطلع حبة البركة وقت نقليها شوفوا ما أحلاهن شايفين ما أحلاهن غير شكل منحطهن على الجنب ومنكمل باقي العجين بنفس الطريقة الدفعة الثانية من البركة رح أعملها بحجم أصغر بنفس الطريقة تماما بس حجم القطعة رح يكون أصغر هيك متل مو شايفين ومنرجع مندهنها بشوية طحين ومنحط حبة البركة وهلأ صار دور سنبوسك اللحمة بغطة بريق الشاي قطعتهم دوائر منحط معلقة كبيرة بقلب كل وحدة ومنسكر الأطراف مع بعض كتير منيح ولسن بوسك اللحمة رح أستخدم الشكل الملفوف لف ع شكل طفيرة من الزاوية أنا عملته قبل بمرة معكن بس رح أرجع عيده من الزاوية منمسك وحدة منضغطها ومنرجع منمسك اللي وراها ومنصير منلفهم لف هيك لحتى نوصل للطرف التاني للنهاية بيطلع هذا هو شكلها رح أعمل وحدة تانية معكن كمان منحط معلقة حشوة كبيرة بننص ومنسكر الأطراف على بعض كتير منيح منتأكد أنهن لزقوا مع بعض بعدين من الزاوية مناخد شئفة صغيرة هيك ومنلفها ومنضغطها منرجع شئفة صغيرة منلفها ومنضغطها لحتى نوصل للطرف التاني متل مو شايفين شوفوا ما أحلها أنا هذا الشكل كتير بحبه الشكل الملفوف وهي خلصت الكمية أو أول دفعة خلينا نقول وهلأ بدنا نقلي سنبوسك اللحمة زيت سخن بس مو سخن عميتك تيك سخن عادي درجة حرارة القلي العادية مننزلهم نتركهم حتى ياخدوا لقون نقلبهم على الطرف التاني شوفوا ما أحلاهم بالمقلاية شوفوا ولا نقطة حشوة طلعت ولا وحدة فتحت شوفوا لي هاللون اللي بيجنن وهلأ دور البرك شوفوا ما شاء الله ما أكبرها هاي على طلب البنات كبيرة شايفين ما أحلاها مننزلهم هيك شوفوا كيف نفخت فورا مثل البالون عن جد هالعجينة رائعة بتمنى كل حدا شاف الفيديو انه يقوم يجرب شوفوا لي هالنفخة ما أحلاها هيك كيف انتفخت مثل البالون وكبيرة وعبيانة عن جد روعة وغير شكل وهي الدفعة الثانية شوفوا هاللون بلشوا ياخدوه ما أحلا ولا نقطة حشوة طلعت برة ولا نقطة حشوة شوفوا هالألوان وهلأ خلصت قلي وصار لازم فرجيكم ياهم بالشكل النهائي وشوفوا لي انتو جمال المنظر شوفوا لي هالألوان كيف عجينة دهبية عم تقرش قرش ولا نقطة زيت غابة عن جد العجينة بتجنن منفوخين شوفوهن كيف منفوخين مثل المخدات لا أحلى من المخدات كمان شوفوا سنبوسك اللحمة قديش رقيقة بس شوفوا لي هالمنظر اللي بشهي وكيف عم تقرش ولا نقطة زيت غابة شايفين كيف رائعة غير شكل شوفوا لي هالأطعة اللي بقيدي قطعة هالسنبوسك أو بركز جبنة بتشهي القلب كيف منفوخها نفخ مليانة غير شكل العجينة ولا نقطة زيت غابة وعم تقرش قرش رح أفتحها معكم لحتى تشوفوا من جوا كيف شوفوا أول ما بفتحها هلأ كيف هالهوى بيطلع لأنها منفوخة نفخ شي بيجنن شوفوا لي هالجبنة السايحة اللي بتدوب القلب وبتسرسح الحواة السرسحة شوفوا هاي أنا عم بعملها بإصبعتي هيك لحتى تشوفوا قديش عم تقرش وما فيها ولا نقطة زيت وشوفوا العجين قديش رقيقة رقيقة ومورقة شايفين ما أحلاهن هذا كان الفيديو لليوم وهي هي كانت الوصفة وبتمنى يكون الفيديو نال أعجابكم والوصفة نالت رضاكم بتمنى كتير أنكم تطبقوا هالوصفة لإني متأكدة رح تنال أعجابكم بركب جبني وسنبوسك لحمة شي على أصول بتمنى كمان تدعموني بقناتي باللايك بالاشتراك وتفعيل الجرس ولا تطلعوا من القناة ولا تتركوا الفيديو قبل ما تكونوا اشتركتوا عندي وشكرا لإلكن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة